موسيقى نبدأ من صحيفة الرأي الكويتية التي عنوانت ركوب الدراجة الهوائية يحمي خلايا الدماغ فقد توصلت دراسة ألمانية أشيت مؤخرا على 60 شخص من محبي ممارسة ركوب الدراجات الهوائية أن ممارسة هذه الرياضة بانتظام لا تقي من الضعف الإدراكي وخرف الشيخوخة فحسب بل تحمي أيضا خلايا الدماغ العصبية من التلف صحيفة اليوم السابع عنونت عدم التدخين والحفاظ على الوزن الصحي يضيف 12 سنة لحياتك فقد كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون ألمان أن الحفاظ على وزن صحي والامتناع عن التدخين يمكن أن يضيف ما يصل إلى 12 عاما لحياتك ووفقا لموقع صحيفة ديلي ميل البريطانية فقد وجد الباحثون أن النساء اللواتي يتبعن نمط حياة صحي يمكن أن يزيد عمرهن أكثر من 10 سنوات ويمكن للرجل أن يمدد حياته بمقدار 11 عاما ومن النهار اللبنانية الجزر ليس كافيا أطعمة أخرى لتقوية النظر فيعتبر الجزر من أشهر الخضروات المعروفة بفوائدها للحفاظ على صحة العين ولكن لا يقتصر الأمر حول الجزر فهناك عدد كبير من الأطعمة التي لها فوائد للنظر ولها أيضا دور في حماية العين من الأمراض سفار البيض يدخل ضمن الأطعمة التي تحافظ على النظر لاحتوائه على اللوتين والزنك الذين يعملان على تقليل خطر الضمور ومن صحيفة القبس الكويتية الأنشطة الفنية تحد من دخول المستشفيات فقد ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها أن الأنشطة الفنية التي يصفها الأطباء لبعض المرضى تؤدي إلى تراجع كبير في دخول المستشفيات وتوفر أموال الخدمات الصحية وأظهر التقرير الذي تم نشره بعد عامين من جمع الأدلة ويتضمن مئات المقابلات وعشرات الدراسات مدى قوة الفنون في تعزيز الصحة والرفاهية إذ أن جميع الفنون يمكن أن تبقي الناس على ما يرام وتساعد على الشفاء من المرض والعيش لفترة أطول صحيفة الغد الأردنية لسانك مؤشر على الإصابة بسلطان الدم فقد قالت دراسات حديثة أن اللسان يرتبط بالمخ وأعضاء الجسم الأخرى عبر مسارات عصبية لذا فإن وجود مشكلة صحية بالجسم قد تظهر على اللسان وبالتالي تعكس الحالة الصحية للشخص وقد يشير اللون الأسود الدائم لللسان إلى الإصابة بسلطان الدم وإذا كانت الطبقة على اللسان تظهر باللون الأصفر بشكل دائم فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة في الحوصلة الصفروية الكبدية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر